بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتحدث عن الجمع The Plural كيف أجمع الكلمة هناك طبعاً نوعين من الجمع Regular and Irregular يعني جمع منتظم وجمع غير منتظم يسموه الجمع الشاذ أيضاً جمع المنتظم Regular بإضافة ال-s أو es للكلمة متى أضيف es ومتى أضيف es للكلمة إذا كانت الكلمة تنتهي بش ch s x z يعني الش هنا sh طبعاً نقرأ الش ch نقرأ ch s x z إذا كانت الكلمة أي كلمة تنتهي بهذه الحروف فنضيف للكلمة es مثال هنا أنا for examples عدنا هنا مثلاً كلمة dish dish نهايتها sh sh فش نضيف ننضيف له es watch نهايتها che نضيف لها es bus نهايتها es نضيف لها es box نهايتها x نضيف لها es أما بقية الكلمات فنضيف لها es فقط مثل هناك كلمة book books pan pens bag bags فنضيف لها فقط es أما إذا انتهت الكلمة by y قبلها حرف صحيح فنحذف ال y ونضيف i es للكلمة مثلاً هنا عدنا country هنا نهايتها y قبلها حرف صحيح يعني مو حرف إلا فنحذف ال y ونضيف i es cherry هنا نهايتها y وقبلها حرف صحيح r فنحذف ال y ونضيف i es هذا كله نسميه الجمع المنتظم regular هذا بإضافة ال es أو ال es أما الجمع الشاذ أو الغير منتظم نسميه irregular regular فلا يملك قاعدة فتتغير الكلمة نهائياً مثلاً هنا عدنا كلمة man رجل man نحول ال a إلى e وman ال a هم نحولها إلى e وman child child يعني طفل نضيف لها r e n children foot feet تتحول d o إلى d o e تتحول d o إلى d o e tooth teeth mouse mice هذا الموضوع طبعاً موجود أيضاً في كتاب الصف الخامس الابتدائي وفي كتاب الصف السادس الابتدائي أتمنى أنه استفاديتم من الفيديو السلام عليكم ورحمة الله اللablingzeit وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إنuchاء مشكلتر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر بدون يستوى ترجمة نانسي قنقر لنا